السلام عليكم لقيت ثلاثة أسئلة مهمة للامتحان الرياضيات اللي هو التكامل لم يكن عندي فيه قيمة مجهولة ك ك في المعادلة الأولى ك جيم في المعادلة الثانية اللي هي جاي في حدود التكامل وكذلك السؤال هذا أيضا مهم فحنجاوب الأسئلة هذه الثلاثة عن طريق الألة الحاسبة لكن طبعا نوجه رسالة شكر للأستاذة القديرة شادي أبو عرقوب هي اللي أعدت هذا التمرين فاني قلت خلينا نترجم لكم التمرين هذا إلى فيديو لتسرع عليكم الفهم كويس السؤال الأول قال لك تكامل محدود من 2 إلى 5 لكاف سين تربيع ناقص نين سين دال سين سوى ستتسعين قال لك فإن كاف تسوي ثلاثة يعني لو كان درنا كاملناها باليد وقدرنا كل شيء معناها قال لك لو درناها باليد قال لك كاف تطلع تسوي ثلاثة هالكلام هذا صحة وغلط نحن نبقى جاوبوا لهم المسائل الثلاثة بكل بساطة في خطوتين السؤال الأول كيف ما وضح أمامكم تعالوا خليوا ما نخدوش من رجد هلبا لأنه بسيط و سهل بمعنى لو كيف ندروا بلالة حاسبة بمعنى إن لو عوضت بقيمة كاف هنا وتطلع لي التكامل يسوي ثلاثة وتسعين معناها الإجابة صحة ولا لا لو عوضت بقيمة كاف هنا لما يقول لك السؤال التكامل هكي فإن كاف تسوي ثلاثة صحة وغلط نحن نرى كاف لو عوضناها هنا فكيف نترجم الكلام بلالة حاسبة أول شيء دعنا نكتبها مرة ثانية المعادلة تكامل من ثلاثة إلى خمسة لكاف كاف ثلاثة نعوض بقيمة ثلاثة سين تربيع ناقصrock سين دالسين تساوي ستة وتسعين هل بما أن يعملت بالكاف بثلاثة هل مو عوضت بالكاف فهيا بقيمتها ثلاثة هل يساوي ٩ لو كان نساوي ٩ معناها الكلام مصبوط معناها الإجابة صحة لو كان نساوي ٩ معناها الإجابة غلط إذن عبارة عن شيء تكامل نكتبه بالإنجليزي بلالة الحاسبة من 2 إلى 5 طبعا الإنجليزي يكتب مني صر لليمين من 2 إلى 5 لـ 3 صين تربيع اللي هي 3 صين اللي هي X تربيع 3 صين تربيع هي 3X تربيع ناقص 2 الصين هي X دال الصين هي دال DX هل الكلام هو يسوي الـ 96 لو سوى الـ 96 معناها الإجابة صح فخلني اكتبوها بلالة الحاسبة طبعا عنظام الدق لأنه هو تكامل عادي فهمتوا عنظام الدق خلوه للعاسبة إذا نديروا تكامل محدود بهاي من 2 إلى 5 جيهني 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 العمجي في مكان الصندوق بالظبط أفتح قوس 2X سوري 3X تربيع ناقص 2X وسكر القوس لو الكلام هو سوى الـ 96 بما أني عوضت بالكاف تسوي ثلاثة معناها الكلام هو صح فندروا يوساوي إذا سوى الـ 96 معناها كاف تسوي ثلاثة معناها الكاف هي تسوي ثلاثة كيف ما عوضت هنا بهاي إذا إجابة صح إجابة سؤال الأول صح كويس ننتقل لسؤالي بعد السؤال الثاني تكامل من جيم إلى ثلاثة لتنين سين زايد تنين دل سين تسوي سبعة فإن جيم تسوي ناقص 2 نفس الشي إذا بديروا تكامل الجيم هي ناقص 2 عوض بقيمتها من ناقص 2 إلى ثلاثة لتنين سين زايد دل سين تسوي سبعة لو سوت لي سبعة معناها الكلام صح فبلا لحسب كيف نكتبوها التكامل من ناقص 2 إلى ثلاثة لتنين سين زايد 2 دل سين لو سوت لي سبعة معناها الكلام هو صح لو ما سوت لي السبعة بعد ما عوضت بقيمة جيم اللي يعطيها لك هنا يعني قليك تأكد إنها هذي فإن جيم تسوي ناقص 2 هل هو صح وغلط يعني التكامل هو تطلع لي من جيم تسوي ناقص 2 هل هو كلام صح وغلط فنحن نعود بقيمة جيم بتاعتنا هنا في التكامل ونشوفوا هل كلام صح وغلط إذن تكامل محدود نفتح وقوس 2 سين زايد 2 بهي حدو التكامل من شيني من ناقص 2 إلى ثلاثة غلط سوالي 15 إذن إجابة السؤال خطأ إجابة السؤال صحيح أسف لا أسف لقد عدت السؤال بعد أطول إجابة سؤال الثاني غلط بقى هين إذن إجابة سؤال خطأ ننتقل لسؤال الثالث سمحوني هنا يغلط نسحبه هو سؤال الثاني سنعود هنا هل هذا صح أو غلط سؤال الثالث قال لك 3 أسات تساوي 27 فإن تكامل من 0 إلى صاد لسين أسات دار سين ساوي 8 على 3 نفس الشي نبقى نعود بقيمة صاد ونشوف التكامل ساوي 8 على 3 أو لا لكن كيف نجيبوها قيمة صاد نجيبوها من هذه واضحة العملية إذن 3 أسات مش تساوي 27 نبقى الأساس هذا زي الأساس هذا إذن 3 أسات تساوي 3 27 عبارة عن شن عبارة عن 3 أس 3 بش تأكد تعالى للحاسيبة 3 أس 3 هي 27 علاش سويت الأساس هذا بالأساس هذا بش نطلع قيمة صاد بما أن الأساس هذا يساوي الأساس هذا إذن صاد شن تساوي صاد تساوي الأس لقابلة بما أن الأساس هذا يساوي هذا إذن الصاد هادي تساوي 3 إذن صاد تساوي 3 نعاوضوا توفي التكامل ونشوفوا كلام هذا صحة وغلط إذن تكامل من صفر إلى صاد من صفر إلى صاد الصاد يش تساوي؟ 3 للسين الصاد اللي هي 3 دالسين تساوي 80 على 3 صح الكلام هو صح أو غلط فنحن نبقى شوفه قالك تكامل من صفر إلى صاد لسين الصاد عوض بقيمة الصاد يعني من صفر إلى ثلاثة لسين أس ثلاثة دالسين هل يساوي 8 على 3 أو لا؟ لو كان سوالي معناها لكلامه هو صح معناها قالك إذا كانت هذه تساوي هيكي فإن هذه تساوي هيكي معناها لكلامه هو صح لو كان سوالي 8 على 3 فكيف نكتبوه في الحاسبة؟ إذا تكامل من صفر إلى ثلاثة لسين أس ثلاثة اللي هي أكس أس ثلاثة دالسين هي دي أكس هل تساوي لي هل تساوي لي 80 على ثلاثة نشوفوا في الحاسبة هل الكلام هذا صح وغلط إذا تكامل محدود لشني لسين تكعيب نكتبو حلو التكامل من شين شيني من صفر إلى ثلاثة لو كان سوالي 8 على ثلاثة إذا نجابة صح سوالي 81 على أربعة 180 على أربعة أنا معنا عندي الإجابة صح فهمتوا فبما أنها 180 على أربعة الإجابة غلط 20.25 بين 203 لا مش نفس الإجابة تقريبا قريبة لها لكن مش نفس الإجابة الإجابة خطأ إجابة خطأ بهرين لأنني عندي شكلي غلط في كتابة سؤال المهم الفكرة هي واضحة لما يكون عندك 3 أصات تساوي 27 نحاول الأساس زي ما هو إذا نصاتت تساوي 3 نعوض بقيمة الصات إذا 0 وهنا 3 لسين أص 3 دالسين ونكتبوها بلا لحاسبة نعوض نكتبوها مش جيد تكامل سين أص 3 من 0 إلى 3 تساوي 100 على 4 إذا إجابة خطأ إذا إجابة خطأ شكلي غلطة في حاجة غلطة لكن عادي أهم شيء الفكرة لا تغير الفكرة هي أهم شيء فما المهم خليها في بالك يعني لما أعطيك السؤال زي هذا تخلي الأساس زي ما هو تعود بقيمة صاد في التكامل وتشوف هل يساوي لك القيمة هادي أو لا وهذا هو بالنسبة للفيديو نتمنى تكون قصفت معي شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته